السلام عليكم شبابنا شباب تاني اعدادي ديفيجن الجيومتري شهر نوفمبر استأذن سيادتك ألمك كشكولك مفوأ كده معي وركز في كل سؤال ان شاء الله هنقول نهاردة بإذن الله بسم الله السؤال نومبر ون بيقول طبعا لو ما أنا معي فدي نوعة تمام يعني أكبر أنجل في الترينجل الاتنين التانيين بأكيد فاوتوماتيك ميجر أنجل سي يبقى السايد الأوبزيت ليه هو ده أكبر سايد قلنا يا جماعة ترينجل اسمه ABC الحرفين النقصين مين هم AB هيبقى المين سايد AB نومبر 2 طبعا لو أنا رسمت رومبس ABCD شبابنا طبعا الرومبس مش شرط الرسمة بتاعكو دي تمام يعني مش شرط الرومبس يبقى كده ممكن الرومبس يبقى عامل زي البرير بالجرام عادي جدا تمام بس طبعا الـ و لما يقولك ABCD بقى ABCD وهنا بعض كده تمام أكسو بسيمتري في AC لو رسمت AC حضرتك كده الأكسو بسيمتري بتاعه اللي هو بايسكت فروم ميت بوينت ها بقى نلاقي الـ بايسكت بربنديجولر فروم اتسي ميت بوينت يبقى هو اسمه بي دي على طول بس بي دي ستريت لاين خلي بالك بقى بي دي لازم علامة ستريت لاين يا جماعة أكسو بسيمتري لازم ستريت لاين اكي عشان ممكن يجيبك في الـ بي دي لين سيجمت مثلا يبقى غلط لازم بي دي ستريت لاين ساهمينا نمبر ثري افا تريانجل ها ستو أنجل سوف ميجر فورتي فايف والتانية سكستي فايف ذن ده نمبر اكسيز و سيمتري طبعا فورتي فايف سكستي فايف فنعملهم بلاس بعض يبقى هندرد تن نجيب الأنجل التالتة على طول هنعمل 180 minus 180 minus 45 plus 65 دول تمام هيطلع الأنجل التالتة معنا equal 70 ديجري طيب 70 ديجري يبقى أنت معك تلاتة ميجر 70 65 45 يبقى ده كده سكالين الاسكالين كم أكسيز زيرو أكسيز نمبر فور نيسوس تريانجل 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 of one of its أنجل 60 ديجري أصبع isosceles في أنجل ها واحدة ب60 automatic يتحول معنا equilateral equilateral تريانجل يعني three size equal three angles equal فالنمبر of axes of symmetry هتبقى three axes of symmetry numbers five a belongs to street line l where line l axis of symmetry of bc line segment طبعا then ab نقط ac طبعا السؤال ده مهم جدا بيقولك هنا أنا عندي line segment اسمها bc طبعا الـ axis of symmetry بتاعها يبعمل ازاي axis of symmetry perpendicular from its midpoint يعني حضرتك عندك هنا ده ده كده رأس وبيبقى طبعا في سهمين أو سهمين طبعا axis اكسس اكي perpendicular from its midpoint اهو ده line l axis للbc فبيقولني في بوينت موجودة هنا على line l موجودة هنا بقى تحت مش فرق اسمها point a فبيسألني يا ترى ab and ac ما لهم طبعا لو قال لي ab ac فهقوله equal in length عشان ده length انما لما يكتب ab line segment ac line segment لازم تقوله congruent تمام هنا حط line segment يبقى نختار congruent لو ما حطش يبقى equal كلامي واضح اكي خلي بالك من الكلام ده سؤال number six triangle abc ab perpendicular to bc يعني هو triangle اصلا تمام ab perpendicular to bc ال b command يبقى ال b هي ل 90 يعني abc كده تمام اه اه ده معانا كده يا شبابنا ده كده يا شباب right angle طبعا زي ما اتفقنا زي ما اقالي يعني تمام وعاني دي right will be common ادي ab perpendicular to bc تمام بقول لي ab equal bc ده equal ده الله بقى يعني measure angle a measure angle c equal in measure طبعا ايز اجيب measure angle a او measure angle c اي واحدة فيهم اه equal measure angle c هجيبها ازاي 180 minus 90 divided 2 فكل واحدة equal cam 45 degree على طول السؤال number 7 triangle a b c a b لزان a c a b الحرف الناس عندنا من c يعني measure angle c لزان زي ما هي a c literal nice b لزان measure angle b بصو بيسأل يقول لك ايه measure angle b measure angle c طبعا angle b دي opposite لمين للسايد a c اكي وال c opposite لمين للسايد a b تمام طيب هو مين من اكبر هنا ال e c اكبر اكي يبقى نختار letter c السؤال اللي بعده triangle e b c a b equal 3 b c equal 5 e c equal 4 than the ascending order of measures of angles طبعا يا شبابنا انا عندي هنا a b equal 3 سنتيمتر عندي هنا b c equal 5 سنتيمتر عندي هنا a c equals 4 سنتيمتر طبعا a b opposite لميجر angle c الحرف النقص b c ميجر angle a a c ميجر angle b عايز ascending اصحى ascending يعني from smallest to biggest اولها a or ant من ant يبقى مصغر الكبير يعني المهم اصغر صايد هنا من a b يبقى اصغر angle measure angle c الصايد اللي بعده a c اللي بعده اللي بعده يبقى ترتيب angles c b a angle c angle b angle a يبقى نختار letter a اللي بعده number 9 a b c d quadrilateral a b equal a d b c equal d c then a c is parallel or axis or axis تعال نشوف a b c d quadrilateral يعني four sides اهو ما قالش اي حاجة جماعة فلازم يبقى ايه يعني ما نرسموش براليو جرام مثلا ما نرسموش ها any quad any quad فبيقول لي هنا ف a b equal a d a b equal a d يعني هو ايه لك دول ايه اكي فبيسألك على اه و ايه لك بي سي كمان ايه لك بي سي كمان هالو ده تمام طيب فبيسألني عن a c ده مالو بال b d اكي طبعا هنا جماعة distance من a l b من l d equal يبقى point a موجودة على axis of symmetry of b d c b equal c d يبقى c هي كمان belong to axis of symmetry of b d يبقى automatic a c ده axis of symmetry of b d على طول axis of symmetry of b d تمام اللي بتاعت equidistant يا شبابنا الا equidistant from b d والc equidistant from b c ب b d يبقى ال a c axis of symmetry تمام صور نمبر 10 x lies on axis of symmetry of a b x a x b هل حط line segment ايه واحد اختار congruent طبعا ما كتبش line segment انت بنختار equal طبعا ترسمها يعني ترسم eb وتعمل axis وحط x yb x a x c b equal inlands number 11 isoselist tropezoid أو أو trapezoid يعني has has axis trapezoid has one axis of symmetry تمام انما لو trapezoid بس zero parallelogram zero square four axes of symmetry رومبوس two axis of symmetry rectangle two axis of symmetry تمام circle infinite number of axes of symmetry semi circle one شكرا number 12 that triangle which has three axes of symmetry اللي عنده three axes مين هو equal lateral سؤال اللي بعده triangle has one axis of symmetry استناني بس ده يبقى isoselist amistad تمام major angle ABC 240 طبعا دي optius الاثنين تانين اكت اكيد هما اللي طبعا يعني مستحيل واحدة تانية بكون 140 اكي عشان السم كله 180 يبقى major angle a هنجيب ازاي طبعا l-a will c equal in measure يبقى 180 minus 140 يطلع divided 2 يطلع 20 سؤال اللي بعده axis symmetry of line segment is a bisector of the line segment بربند بيسector the definition بربند from its midpoint اللي بعده triangle د اف د اي greater than اي اف measure angle اف اللعبة بتاعت طبعا ال d-e قدام امين والترانجل اسمه d-f اللتر الناقص يبقى angle اي اف greater than زي ما هي دا اي اف a little noise d يبقى measure angle d يبقى measure angle f greater than measure angle d measure angle d عشان بس ما فيش measure angle مكتوبة number 16 abc has one axis of symmetry isosceles d-120 هلاز بقى يبقى يجيب الباقي 180 minus 120 divided 2 يطلع معنا الاجابة 30 degree السؤال اللي بعد d abc has three axes of symmetry سوان مستر three axes اي بقى دا equal امام a d is a median then طيب equal lateral range ده three sides equal عشان عنده three axes of symmetry ادي ادي ب ادي c بيقول ادي median يعني ادي جاي كده جماعة median نازل الميت point تاعة الباشا ده وبربين دي جولر بالصدفة عشان ده طبعا زي الاسوس اللي زي تمام يبقى d هنا طيب بيسألني عن ac ده نقط من bd اه طب ما هو bd هو هو cd صح طيب انا عنده راية انجلة جماعة ودي 60 عشان ده equilateral دي كلها كان 60 30 30 و60 طبعا 30 بص هرسم الكتراج ده برا كده اهو الاد نازلة كده اعملت شو بس اشتغل ماشي وانا c ودي 30 فالصايد الابس اللي هو ده خلاص طيب يعني l-ac ده قد ايه من bd او من cd twice دبل يعني اكي نه complete the following number one a-b-c triangle measure angle equal 67 measure angle b equal 33 يعني زي رات بالصايد طيب ما تجيب measure angle c يعني في number one ها هنجيب measure الانجل التالتة 180 minus 67 plus 33 تمام طبعا ده هيطلع 180 دي 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 الانجل التالتة كده معانا انجل c كمان هو مكام بات فكتب a-b greater than طبعا a-b opposite لمين انجل c صحي كده طيب ده الات عشان ده اكبر measure يبقى قدامه longest side تمام greater than بعد الات هنلاقي 33 ولا 67 67 انجل a side opposite ليا في ناصي bc يبقى نبي greater than 33 angle b الابس صحي بتاع ac طبعا سؤال number 2 number of axis of symmetry of rectangle لسه اللون كلهم صح rectangle cam 2 in right angle triangle the hypotenuse is not outside طبعا triangle triangle اكبر angle في 90 side لو دي مان hypotenuse لو hypotenuse okay الhypotenuse دي مع longest side longest a longest side in right angle triangle number four the straight line perpendicular to line segment from its midpoint straight line perpendicular align segment من midpoint that definition جماعة قلنا مهم جدا 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 تمام axis of symmetry of line of okay number five in any triangle the lengths of two sides are not equal then greater side in length opposite to greater angle in measure triangle has not medians any triangle in the medium axis of symmetry can median three any triangle while has not axis of symmetry the scale 0 axis of symmetry number eight not has four axis of symmetry four axis square x greater than y plus a y plus a ah x للزان sorry قلنا جماعة هنا في number nine hey bop bop number nine x للزان y وال b للزان a تمام قلنا الكبير plus الكبير أو الصغير plus صغير العالمة زي ما هي y plus a بص بيسألك عن y plus a greater than mien ه هتقول x plus b على طول تمام اللي بعد the number of symmetry axis of equilateral 3 اللي بعد triangle abc if ab greater than bc measure angle mean greater than نفس العالمة خلي بالك ما تغيرتش ها طيب ده ab فالانجل اللي قدامه measure angle mean c الحرف النقص bc اللي قدامه measure angle mean a اللي بعد longest side in the right angle triangle تطلع فوق تلاقي من الhypotence على طول is a hypotenuse hypotenuse يعني مستر ماشي بالسؤال اللي بعد ده bisector of vertex angle of isosceles triangle bisect the base end طبعا bisector of vertex angle يعني عندي isosceles اهو وده نازل bisect vertex angle تمام فبينزل تحت من الحكتين كمان ها perpendicular under bisect فهو قال لك bisect the base حاصل انا اقول له end perpendicular ايه 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 الكلام بتاع البروبة والكلام الجميل بنحب كلنا in the opposite figure a b c triangle which a b equals a c تعال a e bisect angle b a c ده في bisector كمان للvertex angle يبقى عندك حكتين على طول ها هتقول له اول حاجة since a b equal a c n مع since بقى ها ان a e bisects angle مين يا شباب na b a c ها عشان isosilis وده bisective vertex angle يبقى زير فور حكتين يا شباب اول حاجة ان a midpoint of b c تمام and ايه كمان a e ايوة perpendicular to b c اك طيب بقولك اول حاجة عايز ب e of b e of b c خلاص مش the image point therefore b e equals half of b c عايز يذبت b d equal c d اه ده بقى طيب بص يا شباب احنا قلنا the image point صح واثبتنا ان a e perpendicular تمام عايزين نسبة ان ده وده equal طب d e ده جماعة مش نازل perpendicular under by sector اوكي يعني اقول له هنا since b d b d e ده d e perpendicular to b c and e midpoint او and d e ممكن نكتبه كده by six ها by six مين يا شباب نا ال b c صح كده ساعة اقول له بقى مم therefore n d e ده straight line is an axis of symmetry لمين لل b c تمام باي يعني من الاخر therefore مهي ال point d موجود على ال اكسز صح ولا يبقى d b d e d b equal d c اللي هو طلبه number two سريعا اللي بعضه بيقولك in the opposite figure a b c triangle معقول ماشي a b greater than a c a b ده greater than a c ده يعني ده كله greater than ماشي x y parallel to b c prove that عايزين نسبة الجملة دي يا شبابنا measure angle a y x a y x greater than measure angle a x y يعني عايز يثبت الانجل دي كده ده كلها كده greater than angle a x تمام ده required طيب اولنا جماعة since ان في side greater than side شو قال هنا side اكبر من side ثاني triangle اه in triangle a b c تمام since a b greater than a c طيب يا مستر triangle اسمو a b c c هنا طيب measure angle therefore على طول measure angle c greater than measure angle the letter the name b يبقى احنا اثبتنا جماعة ان angle c ده اكبر من b استنى بس ده في parallel angle c و angle y دول اللي عاملي letter f corresponding يعني هتقوله طبعا دي هنسميها number one مثلا اكي بعدين هنتكلم في parallelism يعني since x y parallel to b c تمام انت هتتكلم عن y c ولا x و b زي ما انت عايز ده صح وده صح ما هو مش الانجل x و b كمان اضبعا تمام طيب هتتكلم عن b و x اللي موجودين عن b ok therefore measure angle a x y equal measure angle b ونسميها طبعا corresponding angles ok ودي نقولها number two hi يا مستر لسه في اتنين انجل كمان طب نقوله since x y parallel to b c بس المرة دي انا عايز اتكلم عن y c ما بدينا عن ac هي بقوله and ac is a transversal تمام اوكي therefore measure angle a y x equal measure angle c تمام برضو هنقوله corresponding نفس الكلمة دي بقى دي number three طيب حدق b وال x equal c وال y equal والc اصلا greater than b يبقى from one two and three اكي اذا رأقوله 0 4 تاني يا شباب ال b وال x equal والc وال y equal والc greater than b بقى ال y اكبر من x يعني measure angle x sorry measure angle ay x greater than measure angle a x y وده 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 اللي هو كان طلب b c b c d b c d b c d عايز يزبت كل الانجل دي تمام طبعا جما يقصد angle c اللي between b c and c d b c and c d ده اه ده ده اه ده اه اكبر اه من الانجل دي اكبر ما تقولش با باينة والكلام الجميل ده احنا عارفين اكبر فهنشتغل مرة في تراينجل ده ومرة في تراينجل ده اوكي فهقوله n تراينجل a d c الجبن بتاعنا بيقول ها هقوله since a d greater than d c a d a letter nice اه letter c صح therefore measure angle حط c بينهم بقى a c d greater than measure angle ها ده d c d c بقى letter nice a نحط الاي بينهم يبقى d a c تمام d number one طيب تعال بقى معايا انتراينجل مين التاني اللي هو a b c a b c ايه الجبن اللي عندنا يا شبابنا اه a b greater than b c since a b greater than b c therefore for measure ما هو صايد اكبر من صايد يبقى angle angle وانجل اعطهم اي بي اللي ترى نايس سي حطها بينهم يبقى angle لازم اكتب measure angle a c b greater than measure angle هنحط little noise a بينهم يبقى b a c d number 2 لو بسطت على الرسم كده a c d a c d a c d تمام greater than measure angle mean d a c d a c a d greater than d وهنا a c b اللي هي d تمام greater than d طب ما ديجي نعمل adding يعني الكبير بلغس الكبير ده بلغس ده greater than ده بلغس ده ناقر لعلم طبعي يعني هتقوله هنا by adding adding مين يا رئيس one بلغس two الاولى بلغس التانية هي بقوله هنا measure angle a c d ده يا جماعة بلغس measure angle ها الكبير مين هنا a c b greater than زي ما هي ها ها ناقر measure angle مين d a c بلغس measure angle مين b a c اكي لو بصنا على الرسم a c d a c b a c d a c b بلغس بعد يدينا مين angle كلها b c d يبقى measure angle b c d كلها greater than measure angle b a d ودار required لو كان طلبوا من مننا في الاخر السؤال 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 الرابع بيقولك a b c d quadrilateral ماشي ومديها لنساك جميل اشياء كهي prove that measure angle b a d يقصد angle a اللي بين b a و a d b a a d يعني عايز prove that الانجل دي كلها تمام ما لها مستر greater than b c d b c d اه يعني عايز بيتها اكبر من d تمام طيب نفس اللي فاتت بالزبط بس فيه هنا طبعا لنساك موجودة شبابنا الانجل اللي هو عايز بيتهم دول بنيجي من عندهم كده ونعمل okay يعني كده بنقفل triangle زي بقى من عند c كده من عند ال l c تمام طيب افنى الدونية بقى عندك كم triangle two triangles ادي واحد ادي التاني تمام هنشتغل triangle triangle من دول انا معايا ده four ده five five بس صاعد ده اكبر تمام يعني اول حاجة اقول له اين triangle مين a dc a dc تمام since dc بقى مجمع five centimeter تمام greater than mean a d الو بقى four centimeter centimeter طيب dc او c d الحرف nice a يبقى therefore measure angle حط الايه بينهم يبقى c a d ايه وعد تكتب كل five عشان ما ايه ما نزعلش ده measure angle ha greater than measure angle a d يبقى letter c طيب بينهم a c d تمام ودي number one يبقى اثبتنا ان c a d c a d اللي هو ده تمام greater than angle a c okay طيب تعالا نخش triangle التاني اسمه a b c okay since من اكبر هنا جماعة c ولا seven seven طبعا b c since b c equal seven centimeter ما له mister greater than a b اللي هو عامل كاما شبابنا three centimeter therefore opposite angle b c الحرف nice a measure angle b a c حطوا ايه بينهم ما greater than measure angle فضل letter c a c b a c b بدنا نجيب letter الناس من اسم الترينجل يا جماعة طيب d number two خلاص اثبتنا ان دي كمان greater than دي كمان اكي اي علامة دانية عشان مطلوش بس بس مهم اه boy adding نفس اللي فضل بالزبط اكي boy adding one plus two تمام هنعمل adding بقى ده plus ده جريتر ده تنزل بعدها ده plus ده يبقى measure angle ها c a d plus measure angle b a c greater than measure angle a c d plus measure angle a c b طيب therefore ابصر رسم اتلاقي ده plus بعض الدينامين angle b a d كله يبقى therefore measure angle b a d greater than measure angle b c d وده اللي كان طلب السؤال number five بيقول ده was figure a b c triangle d belongs to a b a b ray طبعا وال e belongs to ac ray يعني موجود على نفس extension بتاعه ها و measure angle 150 110 prove that c b c اللي هو ده greater than طبعا عشان اذبت side اكبر من side يبقى عايز اذبت angle اكبر من angle c b ال opposite angle بتاعه a letter a صح يبقى عايزين نسب measure angle a greater than measure angle c b c b c the the required lena عايز اوصل له يعني وصل لده يبقى انت خلصت تمام طيب عندنا دي كلها straight angle 180 كلها minus 150 بقى c 30 دجري دي 110 180 minus 110 بقى 70 دجري 70 30 بقى 100 يبقى بتاع triangle 80 اكبر الانجل اي بات ومجر الانجل اي سي بقى 70 خلاص خلص طب نكتب الكلام ده ازاي اولا هقول له دي بلون جس تو ا ب ري therefore طبعا الاول بس معلش and measure angle cbd او dbc مش فرقة angle cbd اهو اللي بره دي بكام 150 therefore measure angle a b c equal 180 عايز تكتب بقى since d straight angle براحتك minus 150 يطلع بكام يا جماعة 30 زي اي بزبط since ال e belongs to ac ray تمام and measure الانجل اللي بره اللي هي bce bce e e equals 110 يبادر فور measure angle acb اللي قوة equal 180 minus 110 equal 70 degree تمام بعد هلو ده بعدها بقى هقول له sense measure angle a اللي هي بكام 80 degree greater than measure angle a c b تمام اللي هي بكام يا شبابنا equal 70 الات اكبر طبعا تمام طبعا بعدها على طول 0 4 اثبت انت angle اكبر من angle side اكبر من side يعني c b greater than side a b نتقابل فيديوه تاني ان شاء الله وربنا معاكم والسلام وعليكم